مع الأيام الأخيرة للعطلة الصيفية واقتراب موسم الدراسة يستعد الكثير من الآباء والأمهات ليرافقوا أحد أطفالهم بالطبع إلى المدرسة أو الروضة لأول مرة وعلى أدر ما بتحتوي فعلاً هاي المرافقة من مشاعر فرح وتشجيع يعني كمان بذات الوقت بتشهد بكثير من الأحيان عدم تقبل الأطفال المكان الجديد بالنسبة لألون فبتشهد ساحات المدارس وأرجاء رياض الأطفال بكاء الأطفال وانزعاجهم وعدم قبول البقاء والزلوس مع ناس جدد إذن كيف نستطيع أن نعالج المشكلة وإن طالت ما الطرق التربوية لتحبيب الروضة والمدرسة للطفل سنناقش كل ذلك بالطبع لكن دعونا بداية نشاهد هذا التقرير مواقف كثيرة تبقى عالقة في أذهان الأمهات حتى وإن كبر أبناؤهن فما بين صرخات الطفل الأولى وأول ابتساماته للحياة تولد ذكرى للطفل تترسخ في عقل أمه لأنها كانت بداية طريق أو نهاية مسيرة مسيرة الطفل وحياته تمر بها الأم بشتى تفاصيلها فما أصعب بداية مرحلة الانفصال التدريجي كما يصفه المتخصصون النفسيون الذين عدوا تجربة ذهاب الطفل للحضانة أو الروضة بتجربة الانفصال أو ما تسمى عند البعض بالفطام الثاني فالانفصال بين الأم وطفلها ليس بالتجربة السهلة على الطرفين بلوغ الأطفال سن الحضانة أو المدرسة التمهيدية تضع الآباء والأمهات في حالة من القلق والتوتر تخوفا من ردة فعل الطفل في أيامه الأولى فعندها تشعر الأم بالضيق خوفا على الطفل من ابتعاده عنها بعد الوقت للمرة الأولى منذ ولادته وربما تصل بها الحالة للبكاء المستمر في الأسبوع الأول من سنة الدراسية تمتلئ رياض الأطفال والمدارس بالصراخ والبكاء خصوصا في الأسبوع الأول من العام حيث أن الطفل لا يدرك التوقيت الزمني لما يحدث وبالتالي فهو لا يعلم ولا يدرك أن أمه ستعود قريبا فغيابها عن عينيه للمرة الأولى أيضا يمثل له معنى الضياع الحقيقي متخصص التربية النفسية نصح الأمهات بأن يتفهمن أمر أطفالهن جيدا خصوصا مع ذهاب طفلهم الأول إلى الحضانة والتي غالبا ما تكون متعلقة به لدرجة الخوف وتعتبر أنها مرحلة عابرة مدتها أسبوع وسرعان ما سينتهي قلق وبكاء الطفل وسيألف المكان ويندمج في ممارسة ناشطات الحضانة المختلفة كما يجب أن تكون الأم صبورة ولا تظهر قلق أهل الطفل وأن لا تستسلم لرغبته في عدم الذهاب لأنها للأسف تعطيه إشارة بأن البكاء والصراخ سيكونان أداة ضغط قوية على مشاعر الأم لتحقيق ما يريد في نهاية الأمر يجب أن لا تنسى الأمهات أبدا أن الطفل يستمد قوته من أهله فمجرد خوف وتوتر الأهل من شيء صغير سينتقل للطفل بسهولة جدا من نظرة عيون من حوله فكونوا أقوياء ليكن أطفالكم أقوياء كما تحبون إذن رح نفصل بالأثلة والأسئلة والإشكالات ونحاول الوصول لحلول ناجعة مع الاستشارية التربوية أروى علوش اللي عم تنضم لأنه في الاستيديو من لك سيد نهارك أهلا وسهلا فيك أستاذي أروى يا أهلا وسهلا فيكم أهلا فيك بداية خلينا نحكي أنه من الأساس لماذا الأطفال خصوصا في سن الروضة ما بتقبلوا المدرسة في البداية لأن لو تخبرين عن السر وراء هذا الموضوع السر وراء البكاء الذي يجيش في أول أسبوع في المدرسة خصوصا في فترة الروضة صحيح بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالنسبة للطفل بعمر الروضة عادة في عنده مشكلة الانفصال عن الأم وعن المنزل مثل ما ذكروها هون بالتقرير اللي هي الفيطام الثاني فعلا هو جو البيت هو الجو الآمن اللي متعود عليه الطفل البيئة اللي بيعرف شو بده يصير فيها ما فيها مستجدات مثل الروضة الروضة أو المدرسة بالنسبة لهم هي مكان فيه مستجدات كثير ما متعود عليها فيه أمور بده يتأقلم عليها فمو هي البيئة الآمنة اللي متعود عليها فهذا الشيء بيعمله قلق الانفصال طبعا هذا الانفصال حسب عمر الطفل طبعا وحسب شخصيته بيزيد وبينقص مثل ما حكينا الشخصية الطفل أو الطفل بمرحلة الروضة وأكثر الأطفال طبعا قلقا من موضوع الانفصال بيلعب دور كمان نوع شخصيته إذا هي شخصية أصلا قلقة في نوع من الأطفال بتلاقيهم أي شيء ممكن يوترهم أي شيء بيشعرهم بالقلق أي بيئة جديدة أي تجربة جديدة أي إزعاج فكمان هي بتلعب دوره وبتزيد من قلقه بالإضافة العوامل تانية كتير مثلا مثل إمكاني تكون العوامل أحيانا في أطفال ما بيخلطوا مع أطفال آخرين بيظلوا بس بيشوفوا الأم والأب بسبب كتير من الأسباب أكيد الغربة عدم الاختلاط كتير من الأسباب ممكن تؤدي لهذا الشيء ممكن يكون هذا العامل كمان يزيد طبعا أكيد أي أحد العوامل هو ما متعودي يشوف ناس ما متعودي يتعامل مع أطفال آخرين يعني بيس تعامل معهم مباشرة بيصير عنده اضطراب يضربهم ما عم بيعرف يتواصل معهم بالشكل الصح مع أنه هو حابب أنه يلعب معهم بس ما بيعرف ما عنده لسهي المهارات فهي كمان بتعمل عبقاء عليه تدخل عوامل تانية كتير تحبوا نحكي عنها أكيد ما في مشكلة طبعا الجو والبيت بشكل عام هذه أحد العوامل اللي بتأثر على ارتباطه الإيجابي بالروضة أو لا إذا كان جو والبيت هو جو متفهم للطفل داعم إلو بيعرف يتصرف معه بيعرف يهيئه للروحة للروضة أو لا مو تكون الإم نوعيتها إذا الإبن توتر هي تتوتر كمان طبعا إذا هي توترت كتير حيأثر أنه هو حيحس معناته هاي القصة كلها فيها توتر نعم بيضاء صعب كمان بالنسبة للإم لأول مرة أي فهي بدأ تكون قدر المستطاع هادية متوازنة عم بتهيئه بدأ يكون بدأ يعني تحط مرحلة هي مرحلة تهيئ طب خلينا نحكي عن مرحلة التهيئ يعني هيك بطرق عملية كيف ممكن الأم تكون بالفعل متوازنة نفسيا وتهيئ طفلها ليكون متوازن نفسيا في أول أسبوع في الروضة طبعا أول فكرة أنه هي بدأ تختار الروضة اللي تكون هي واسقة فيها ما يكون عندها ألأ أو تشكك تجاهها إذا عندها شوية ألأ حيظهر تجاه الطفل فقدر المستطاع تبحث وتسأل وتسأل عن تجارب الأشخاص الآخرين بهذا المكان لحد ما يكون عندها تبني فكرة يعني نوعا ما واضحة وشيء من الثقة بحيث أنه تكون رايحة تحطه هي عارفة أنها تحطه بالمكان المناسب هاي بدايةا بعدين تاخده للطفل قبل الفترة اللي حيداوم فيها مشان يتعرف على المكان يتعرف على الصف اللي حيجلس فيه نعم يتعرف على المعلمات يتعرف حتى إذا كان الأطفال موجودين يشوفهم مين هن الأولاد اللي حيقعد معاهم كيف الطريقة اللي حيقعد فيها ضمن الصف هاي الأمور استفضحت عنده كتير حتفرق بيردت فعله تجاه المكان كتير بيفرق لما أنا باخده للطفل وبتركهه بمشي مباشرة أنا حطيته ضمن أمر واقع حتكون صدمة عنده بدايةا وممكن طبعا تنعكس كتير بعدين على الصورة العامة اللي حيكونها عن المكان نعم طيب في كتير من الأحيان كمان ممكن كتير من الأهل يحاولوا مثل ما حكيتي أستاذي أروى أنه يكونوا معهم قبل يحيقوا نوعا ما يحاولوا قدر الإمكان يكونوا معه بأول نصف ساعة ولكن في أطفال فعلا بيعانوا بتكون مشكلة حقيقية يعني بدلوا لفترة طويلة وهنا ما عم يتقبلوا الروضة ولا الذهاب للروضة وحتى يضلوا عم يبكوا فشو السبب بهذا الشي برأيك وكيف ممكن فعلا يحلوا هاي المشكلة إن كان الأهل أو حتى المختصين بالروضة أو المدرسة نعم يعني مثل ما ذكرت لك أنه هي شخصية طفل تلعب دور أحيانا مثل ما قتلك هو الطفل بيكون هو طفل أصلا عنده قلق بشكل عام عنده اضطراب بشكل عام فهون هل 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 يتعاملوا أصلا صح مع هاي الشخصية القلقة هل يعرفوا يتصرفوا معه هل يعرفوا يحلوا المشاكل معه بشكل سليم هني بحاجة الأهل اللي يرجعوا الأخصائيين يعني يتعلموا منهم كيف يتعاملوا التعامل السليم مع هذا النوع من الأطفال بحيث ما يزيد قلقه وما يزيد عناده هاي من ناحية من ناحية تانية مثل ما حكينا يتعرفوا على البيئة يتعرفوا على المكان ويعرفوا الطفل على المكان يجيبوا لعدة مرات طبعا نحن دائما ننصح الأم اللي عندها طفل له أول زيارة للروضة بالانفصال التدريجي عن المكان نعم يعني ما تنفصل مثل ما حكينا تحطه وتمشي ما تخليه ينصدم مباشرة وإنما ممكن تتركه أول فترة وتقوله أنا موجودة بالمكان أنا موجودة هون بالساعة الفلانية هايجي أخذك تحسسوا بالأمان تحسسوا بالأمان وأنا ما رحت ما تركت المكان فترجع وتطل عليه وترجع لأكدوا أنا موجودة بس هلأ أنت ستقعد مع رفقاتك وأنا بعد شوي هايجي أخذك فهيك يعني ممكن أول مرة تكون نص ساعة مجرد نص ساعة تتركه بعدين تاخده وتزيد لمدة ساعة ساعتين انفصال تدريجي لحد ما توصل لمرحلة أنه تخليه طلع لحاله بالباص ويرجع لحاله خلينا نحكي عن دور المدرسة بهذه الحالة تحديدا خصوصا أنه كثير من الآباء والأمهات بيكون أطفالهم لأول مرة يعني خلينا نحكي الأطفال الأوائل في العائلة وبالتالي ما في خبرة كبيرة في التعامل بهذه الحالات فبهذه الحالة شو دور المدرسة تحديدا حتى تعود الأطفال بشكل تدريجي هل بتنصحي مثلا البداية بالعام الدراسي البداية من أول يوم أو أول يومين بالدراسة كيف تنصحي لتعامل المدرسة مع هاي الحالات يعني هو طبعا كتير حلو أنه تبدأ المدرسة مع الأطفال بيوم من المرح بالبداية بأنه مرأسا تفقل عليهم بالواجبات وبالدروس التقيلة أكيد هذا الشيء كتير حلو بس هل المدرسة بتعمل هذا الشيء ما منضمن فإذا كانت المدرسة عندها هاي القدرة وفعلا عندها هاي السياسة فهذا شيء عظيم طيب إذا ما كانت هاي المدرسة نحن شو دورنا كأهل شو نعمل نحن كمان بدنا نكون من جانب آخر ما عم نضغط على الطفل من أول يوم دوام يعني مو من أول ما يرجع الطفل إنه يلا شو تعلمت حكيلي شو تعلمت فرجيني هات كتبك يلا نقعد نقرأ يلا نقعد نكتب لا هو هلأ عبينفصل من جو الراحة والاستقرار بالبيت والاسترخاء وعدم وجود نظام كتير قوي وعدم وجود قيود كتير عالية عليه لنظام الروتين والمسئولية والمواظبة على الدراسة هذا مسهل حتى علينا نحن الكبار لما بناخد إجازة طويلة ونرجع بدنا نشتغل ما بنحب رأسا ناخد أعباء عالية من أول يوم عمل يعني فمشان هيك نحن بنقدر هاي الحالة النفسية للطفل وتدريجيا نبدأ ندخله بجو الدراسة بجو الالتزام يعني تدريجيا ناخد أول ما يدخل نشوف ناخد شنطته نتفرج على قطعة نتفرج عليها مع بعض نقعد نجلدها معه مشان يبدأ يحس حاله عب يدخل بالأجواء شوي شوي وبعدها ننتقل لأنه نحط بقى نظام لأنه النظام حيساعد الطفل كتير على أنه يعني يقدر يركز شوي شوي ويحب الموضوع المدرسة عدم النظام بيعمل كتير فوضى وبيخلي الطفل هو أصدر ينفر من المدرسة نعم إذا كان عبي سهر وعبي فيه بكير أكيد ما رح يروحوا بطاقة عالية إذا كان النهار كله منخبط ما في وقت أصلا بيقعد فيه مع أهله وبيعرف أصلا شو عنده شو يطلع دروسه كمان هذا حيعمل عنده ارتباك بالمدرسة نظام اليوم الدراسي إذا كان واضح ومحدد كتير بيساعد من أقبال الطفل على المدرسة ومن يعني أنه يكون انطباعه عنها انطباع إيجابي حكيتي هلأ شي كتير مهم فعلا هو الروضة هو عبارة عن نقلة نوعية بالنسبة للطفل بين مثل ما قالتي اللعب والمرح وبذات الوقت الدراسة بأول سنة بالنسبة للتقييد بالوظائف وأكيد كل المهام الممكن تنقلة إليه بلأيك هذا الشي إله علاء أكتر باختيار الأهل للروضة مثلا أو إله علاء أكتر بالروضة وطريقة تعاملة مع هذا الطفل يعني كيف ممكن الأهل فعلا يوازنوا بين هذا الشي يعني ذهبوا بوقت ذهبوا للمدرسة والأول روضة ورجوعوا كمان للبيت يعني هلأ طبعا أكيد أكيد اختيار الروضة بيأثر أكيد مثل ما حكينا تنظيم الأهل للوقت بيأثر كتير الأهل عليهم دور كبير كتير لأنه يعني ينجحوا أبنائهم سواء كان بالروضة أو بالمدرسة بشكل عام تمام أستاذ عروا لو تحكي إليك خطوات عملية كيف ألهم دور يعني كيف ممكن هنين فعلا يوازنوا بهاي النقطة بعد اختيارهم للروضة اللي بالنسبة لألهم شافوا أنه مثالية يعني واجيدة بالنسبة للطفلون مثل ما حكيت أول شيء بدوا يكون هنين إيجابيين أثناء الفترة الدراسية وأثناء اليوم الدراسي مع أنه عادة بيصير بالعكس اليوم الدراسي هو يوم توتر عند الأهالي ليش؟ لأنه بدون الولد يخلص بسرعة وبدون ينام بكير وبدون يكون ملتزم بدون نحن من الاسترخاء لأنه نحطه بقالب محدد يكون ناجح بالدراسة ايه بدون ناجح فرقسم بدنا نحطه بقالب هذا الأمر موسهل أكيد يعني بده تدريج هو مهم أنه يكون منظم الطفل مثل ما حكينا بس بده تدريجه بده رحابة صدر من الأهل لبين ما يوصل لمرحلة النظام فأثناء ما نحن عم نحط المخطط أنه لازم أكله بهذا الوقت ولازم نومه بهذا الوقت ولازم الفترة نقعد معه فيه ونشوف دروسه ونشوف كتبه ونشوف شو تعلم كمان إلو وقت نحط قالب ونحط نظام ونبدأ نطبقه شوي شوي بدون توتر دائما نحاول تكون معنوياتنا عالية أثناء اليوم الدراسي مشان ما ترتبط مثل ما حكينا نحن السنة دراسية معناتها أيام من التوتر كمان الآن بده تكون يعني هي منظمة حياتا هي منظمة هي مثلا أثناء الأسبوع يعني ما عندها ارتباطات عالية موطل وقت عندها ارتباطات مع الناس موطل وقت عندها ضيوف موطل وقت عندها سهرات وطلعات طب كيف الولد بده يشعر بالنظام زي هي عندها هاي الارتباطات فهي بدأ تكون شخص منظم وبدأ تكون متواجدة معهم طفل مرحل يعني تنظم تمشي أموره زهية برات البيت حتى لو تركته مع أي أنكان لازم يعني ما مفروض يكون وقت طويل لازم تكون هي متواجدة الوقت الأطول حتى يشعر هو أصلا بالنظام ويشعر أن الأمور ماشي بشكل صح كمان نقطة كتير مهمة بحسة بتأثر كتير بأنه يكونوا انتباعهم إيجابي عن المدرسة أو عن الروضة لولاد أنه نحن نستعد إلها من خلال يعني تقوس حلوة ناخدهم على المكتبة ناخدهم على مكان شراء الاحتياجات المدرسية نشتري أشياء جديدة ببداية العام الدراسي حتى لو نتوفر عندهم أجزاء من الأشياء القديمة نشتري ولو شي بسيط ولو مو كل شي للي ما بيقدر ماديا أنه يشتري كل شي كل سنة بس لازم يكون فيه شي جديد مشان السنة الدراسية الجديدة تعطي طاقة إيجابية أنا حتى بحسة بالنسبة لي مثل أجواء عيد يعني باخدهم نشتري أشياء جديدة كتير نتصور أنا وياهم والأشياء المدرسية نعملها تقص احتفالي شوي تعطي نقلنا طاقة إيجابية على بداية العام الدراسي إنه هي مرحلة حلوة صح أنا ما كتير بيحسوها حلوة الأولاد إنه بيتدايقوا من الروتين بيتدايقوا شوي من القوالب بس نضيف لها شيء حلو نعم يعني ذكرت أكثر من مرة مسألة الروتين والقوالب ومسألة الصدمة من الانتقال يعني بسبب الانتقال من حالة الاسترخاء لحالة الدراسة بشكل مباشر والباجبات طيب هنا نيجي لدور الروضة كيف ممكن إحنا كروضة وكمعلمين إنه نوازن بين مسألة اللعب والدراسة بحيث إنه ما نسبب إحنا بأنفسنا الصدمة للأطفال بإعطاءهم الواجبات المثقلة وفي ذات الوقت يكون نوعا ما التعليم باللعب انصح للتعبير فخبرينا هيك عن طرق تربوية ممكن نوصل من خلالها لهذا التوازن هو مفروض أن الروضات الحديثة كلها عم تستعمل هذه الطريقة يعني الطريقة القديمة اللي هي التعليم من خلال التلقين وضبط الطفل إنه يقعد بصف ما يتحرك وعلى كرسي وطاولة وطول الوقت ما يتحرك هذه صار الطريقة قديمة ما عدا تتناسب أبدا أبدا مع يعني مع الشي اللي وصلنا له كلنا من خلال العلم الحديث إنه هي مو هيك شخصية الطفل يعني الكبير بيميل من الجلوس فما بالك الطفل اللي هو أصلا بيميل للعب والمرح وأصلا اللعب هو اللي بيعلم الطفل يعني من تكوينته الطفل إنه يلعب حتى يفرغ طاقة ويتعلم من خلال اللعب فاللي عرف هاي المفاهيم مفروض أنه يبني نظام الروضة على هذا الأساس نعم على أساس التعلم من خلال اللعب طبعا أكيد فيه انضباط نوعا ما أكيد فيه شوي التعلم جدي لكن لازم تكون فيه مساحة كبيرة من التعلم من خلال اللعب يعني من خلال نشاط معين بيؤديه الطفل بطريقة معينة توصل له المعلومة من خلال لعبة معينة بيقوم فيها الطفل توصل له المعلومة من خلال تبديل المكان من خلال الرحلات من خلال الأغاني من خلال التمثيل من خلال القفز والحركة هاي كلها ممكن توصل له معلومات وترفع من مهاراته فهيقو بشكل عام إذا كان يعني مبنية الروضة أو مكان التعلم على هاي الطريقة فهي دائما سواء ببداية العام أو بعدين هتضل ماشي مع شخصية الطفل ومع نفسيته وحتساعده أنه من خلال هاي الطرق أنه يتعلم ويحب التعلم أنا دائما بقول له أنه ما مهم أنه الطفل يروح على المدرسة أو يروح على الروضة المهم أنه يحب العلم يعني إذا كان أنا مكاني هو السبب اللي حيخلي الطفل يكره التعلم معنات أنا ما فتب شيء أبدا حتى لو طلع من عندي حافظ حتى لو طلع دارس كتير وحافظ مفردات كتير وحافظ قرآن كتير وأي شي بيحبوا الأهل يغرصوا بالطفل ممكن يقدوه كتير من الأماكن بس بني هاي حب العلم ولا نفر منه وحسوا شيء ثقيل عن نفس وبس بده يخلص منه هاي فكرة كتير كتير مهمة بالتأكيد حتى كتير من الأحيان ممكن كتير من الأهل يعني يروحوا لروضة معينة بسبب يعني جربت قبل بمرة وفي أشخاص راحوا لقلة وبعدين بيغيروا يعني المكان بالنسبة للطفل هون بيصير في عنده كركبة كمان بينه بين نفسه وبنفسيته يعني كيف ممكن يعني يأثر هذا الشيء سلبا لقلة شو بلايك غير هيك كمان مثلا إستاذي أروح ممكن يأثر على نفسية الطفل بيانتقاله من روضة لأخرى هلأ بدي سبق ممكن تعلق بالروضة بأصدقاءه هلأ قرار التغيير تغيير المكان هلأ هو أحيانا الإنسان لازم يعني بيطل أنه ياخد قرار تغيير للمكان وقته بيكون هو الصح بس المفروض أنه ما نتعجل باتخاذ هذا القرار لأنه من أخذ بعين الاعتبار أنه الولد فعلا ممكن يتأثر سلبيا كتير فمو على أي سبب أني غير المكان مو على أي نقص أني غير المكان إذا لقيت أنه المنظومة كلها ماشية باتجاه عكس لأنا بديها وقتها إيه وقتها والقرار صح ما أستسلم بس كمان فكرة مهمة كتير أني مضى لغير في بعض الأهل بيصير عندهم يعني حساسية زايدة تجاه أي خطأ مع أنه الأخطاء موجودة بأي مكان بالحياة مهما اجتهدوا يعني اللي عم بيشتغلوا فيه هذا شيء إنساني بشري يعني في أهل أي خطأ بيقدموا لها قرار التغيير نعم طبعا هذا مما صلحت ابنهم بالدرجة الأولى لأنه إذا حيقعد من مكان لمكان أنا بذكر وحدة من الأهالي بما أنه أنا عندي مكان تعليمي قسم منه روضة أطفال بذكر وحدة من الأهالي قالت لي أنا 8 روضات أخذت منتي وأنتو تاسع روضة أغيرك طبعا أسمع كتير هذا ما كلام صح أبدا مهما كانت أسمابها طبعا حيانا بيكون من رفعات الأصدقاء مثلا بيقولوا أنه الأصدقاء ما مرحيم بالنسبة له يعني فيه شكاية بيكون من طريقة مثلا فيه أطفال مثلا فيه عندهم تنمر فيه عندهم مفترة بزايدة فممكن فبرأيك هذا الشيء صح ولا لا أو ممكن هذا الشيء كمان يأثر سلبا على نفسية الطفل أو بتقبله للوضع نحن بدنا ندرس الوضع كله بشكل عام إذا كان وضعه كله بشكل عام جيد ومتماشي مع أهدافي أنا والأهداف حتى تضطر للطفل وفعلا عم تدعم الطفل وتدعم شخصيته وتعلم فيها بشكل صح وإجيت نقطة تنمر لولاد هون أنا بدي أعالجها ما بدي سفكر هون بالإنسحاب وتغيير البيئة كلها للطفل هون بدي يتواصل مع الإدارة بدي يتواصل مع المعلمين بدي يعرف أسباب التنمر إيه طبعا وبد يحاول أني حلها طيب فيه نقطة جدا مهمة يعني مسألة انتقال الطفل أو وجوده في الروضة وجوده في مدرسة جديدة بيئة جديدة يعني بناء علاقات جديدة صدقات جديدة هون شو دور المعلم بأنه يعزز مسألة بناء الصدقات بناء العلاقات الجديدة بحيث تكون هذه العلاقات بمثابة عائلة جديدة للطفل وليست مجرد صدقات عابرة وبالتالي ممكن يتحسسوا بالأمان فهيك لو تعطينا بخطوات بسيطة خصوصا في أول أيام الدراسة هلأ هو يعني شغلة بتأثر كتير إيجابيا بالأطفال أنه نتعرفوا على بعض يعني ما نهمل موضوع التعرف أنه خلص بدأنا اليوم الدراسي ويلا نبدأ بالنشاط الأول مباشرة أو اللعبة اللي هنعملها لا قبل خليه يعرفوا بعض في أطفال جداد بالمكان في أطفال ساب يحرفوا أسماء بعض فخليهون يتعرفوا على بعض هلأ نحن هون بمكان في جنسيات كمان مختلفة فخليه يعرفوا هذا من أي بلد جاي هذا الشي بيخلي الطفل يعرف أنه في دول أصلا موجودة بالعالم مو بس الدول اللي هو عايش فيها في اختلافات موجودة بالعالم فهي فكرة حلوة تكون البداية هي تعارف أنت شو اسمك من أي مكاف جاي شو بتعرف عن بلدك شو ممكن تحكي لنا عنها ولو بكلمتين فيبدأوا بيسمعوا بعض الأطفال وهذا الشي بيخليهم يعني يكونوا هيك صورة مبدئية أنه من شو هي الناس المحيطة فيهم بالصف وحتى يعني حلو أن يروحوا على البيت يذكروا أسماء بعض الأطفال نعم أنه ماما عرفت فلان عرفت فلان يعني حتى بتحسس الأهل أنه معناته ابني بدأ يتأقلم على المكان مدام عرف أسماء أصدقائه دائماً أم تربطها يعني تأقلمها بالمكان أنه هو بيحكي لي عن رفقاته نعم فبالتالي معناته بدأ يصير فيه عنده ارتباطات فبتساعد طبعاً هاي كتيرنا يبدأ بالتقبل ومثل ما حكينا بعدين نبدأ نعمله هون شيء ترفيهي شيء من خلال الألعاب والأنشطة بحيث يعني يندخل المتعة مع التعليم دائماً المتعة هي اللي بتشد لأي شيء وبتخلي اللي صاحي تقبله بسلاسة وسهولة نعم يعني بنهاية هذا اللقاء يعني بنختم بكلامك الجميل هذا المتعة والتعليم بزاعة الوقت أكيد لكل الأطفال اللي بدون يدخلوا على الروضة هاي السنة تحديداً شكراً كتير لألك أستاذي أروه الاستشارية والتربوية لوجودك بعد اليوم يا أهلاً وسهلاً فيكم اشتركوا في القناة